طب صباحكم جميعا أنه لا شرف لي أن أقوم بإدارة وتسير هذه الجلسة الحوارية مع دولة رئيس المزراء دكتور مصطفى مدبولي أنا سعيد لأنني هنا معك سيدي وأعتقد أن الكثير مننا لدينا الكثير من الأسئلة لطرحها بشأن رؤيتكم ونحن نبدأ هذا اليوم يوم الأيف سي في مصر فأنت هنا معنا سيادتكم وهذا شهد عظيم على دعمكم لدور القطاع الخاص في التنمية وأيضا للتعاون الرائع الذي نبنيه ما بين الحكومة المصرية وما بين المؤسسة أودا أشكر سيادتكم شكرا جزيلا وأن أودا أبدأ بأسؤال الأول وما تقوم به الحكومة المصرية تحت قيادتكم لقد رأينا الكثير من الإصلاحات الشجعة ما رأي سيادتكم بكل هذه الأمور المعنية بالإصلاحات بسم الله الرحمن الرحيم بني مفقدة أود أن أبدأ بترحيب بجميع الشركاء والضيوف الذين أخذوا من أوقاتهم وهم هنا معنا اليوم ومتواجدين هنا وأود أيضا أن أرحب بممثلي القطاع الخاص المصرية وهم أهم عمدة النمو والتطور في مصر أود أن أبدأ بما حدث بالفعل في خلال الأشهر الماضية بالطبع لدينا الكثير من التحديات وأعتقد أن هذه التحديات توجهها الكثير من الدول حول العالم فمصر بالطبع لديها موقف مميز للغاية في المنطقة التي بها الكثير من التحديات داخليا وخارجيا ولدينا الكثير من التحديات أمامنا وأعتقد أن جميع الخبراء قاموا بالتحفيظ لأن ليس لدينا الوقت لأن نخفف من العواقب ولكن يجب علينا أن نعمل باستهداف قذور هذه التحديات والمشاكل من خلال القرارات الجريئة والشجعة ونحاول أن نتعامل مع جميع العواقب من خلال هذه الإجراءات وأنا أعتقد أننا تمكننا بنجاح أن نحاول أن نتعامل مع كل هذه العواقب الخاصة بجميع الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية وفي مارس الماضي تمكننا من الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية مع صندوق النقطة الدولية من خلال الصندوق المرافقة وهذا مهم للغاية وهي خطوة مهمة للغاية للحكومة المصرية وأيضا من خلال صندوق النقطة الدولية لأنها بالفعل لها علاقة بالإصلاحات الهيكلية التي تحدث في مصر وهذه الإصلاحات الهيكلية بالنسبة للاقتصاد معتمدة على عدة ركائز أولا أن يكون هناك سعر صرف مرن وأيضا السياسات الخاصة بالنقد وأيضا تقليل النفقات العامة على البناء التحتية وبعض البرامج القومية أو الوطنية الأخرى وأخيرا وليس آخرا تشجيع القطع الخاص لأن يلعب دورا مهما وقيادية أيضا بالنسبة للتنمية الاقتصادية ووضع أهداف طموحة للغاية بالنسبة لمجال وقطع الاستثمار وقطع الخاص وأن يلعب القطع الخاص للدورة بـ 65% خلال السنوات القادمة فتحت مظلة هذه الركائز نحن نعمل على وضع التفاصيل فأود أن أعطيك بعض الأمثلة فحيننا نتحدث عن السياسة النقطية البنك المركزية تمكن منذ مارس أن يقوم بالاتخاذ والعمل بسعر الصرف المرن وتمكننا أيضا من تخطي هذه المشكلة وخصوصا بالنسبة للإحتياجات في السوق المحلي وتمكننا أيضا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات وخصوصا بداخل السوق المحلي وحتى حيننا نتحدث عن الشركاء الدوليين والخارجين وتمكننا أيضا من رفع مستوى الاحتياطي الأجنبي وأحد أهم الأمور والإنجازات هي رفع الأصول في البنوك المصرية ولذلك أعتقد أن كل هذه الإجراءات تم تنفيذها أو تم تنفيذها بالتعاون ومشاركة المجموعة والمؤسسة وخصوصا مع وزارة المالية وتمكننا أيضا معا أن نقوم بتقليل أيضا كل الأمور الخاصة أو كل المشكلات والتحديات الخاصة بوزارة المالية أما بالنسبة للأمور المعنية بالنقطة فأعتقد أيضا أنا من خلال الأهداف التي قمنا بوضعها بأن نتحكم أو نراقب بالدين العام سواء كان دين خارجية أو دين داخلية للحكومة المصرية وحاولنا أيضا أن نقوم أقل من 80% من النتج القوم المحلي خلال العامين القادمين حتى عشرين سبعة وعشرين كهدف أمامنا وأيضا وضعنا الكثير من القيود الخاصة بالمصرفات والنفقات الحكومية والتزمنا أيضا بإيجاد وتمكننا أيضا بإيجاد الأموال الإضافية أو الفائد خلال الثلاث سنوات القادمة وأن يكون أكثر من خمسة بالمئة خلال هذه السنوات وأعتقد أن هذا سيكون رقم جديد ورقم لم يسبق أو لمثيل له ولذلك نحن نحاول أن نقوم بمواجهة الكثير من التحديات الآن وبالطبع أهم هذه الأمور هو ما نقوم به الآن من إصلاحات لجميع الهيئات الحكومية وهذا يتضمن أيضا الهيئات الاقتصادية والشركات المعنية بملكية الحكومة والدولة ووضعنا الكثير من الأهداف والكثير من المؤشرات التي نحاول أن نصل إليها خلال الثلاث أعوام القادمة وتمكننا أيضا من تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية حتى يمكن أن نتعامل وهنا أن أتحدث عن ميزانية الدولة ككل وليس فقط لأن نركز على الهيئات الحكومية ولكن أيضا أتحدث عن الهيئات المالية أو السلطات المالية حتى يمكن أن نعمل بشكل مستدام على حل جميع المشكلات والتحديات وأخيرا وليس آخرا حين نحاول أن نتوسع بالتعاون الدولي مع شركائنا الدوليين نحن بالطبع حين تعاوننا مع صندوق النقد الدولي وبعد الاتفاقية مع رأس الحكمة بخمسة وثلاثين مليار دولار مع الجانب الإميراتي تمكننا أيضا بوضع بعض الاقتراحات مع البنك الدولي ومع الاتحاد الأوروبي أيضا فمع البنك الدولي نحن نعمل كثيرا وأيضا مع الاتحاد الأوروبي نحن نحاول أن نركز على كيفية الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وتكيف الاقتصاد المصري ضد الصدمات العالمية أو الخارجية ونحاول أيضا أن نقوم برفع مستوى إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد ككل ونحاول أن نقوم بتغيير الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر أو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بأهداف محددة فهذه هي ثلاثة أهداف التي نحاول أن نقوم بإنجازها مع برنامج بمليار ونصف دولار وأيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الدعم المالي بخمسة مليار دولار الذي سنحصل عليه حتى عام 2027 وأهم الأمور هي أن نتأكد من موارد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري حتى يمكننا أن نؤكد على هذه المسيرة برغم التحديات التي نراها أمامنا والتي كنت أتحدث معك عنها بالخارج قبل أن نبدأ وأيضا الصدمات الخارجية التي نواجهها أهم الأمور أن نتأكد أن الاقتصاد يسير بشكل مستدام ومستقر بالمساهمة مع القطاع الخاصة ترجمة نانسي قنقر